اشتركوا في القناة طبعا المقصود هنا أن الرجل يصلي الفجر في جماعة في المسجد والمرأة تصلي في بيتها ولها نفس الأجر لأن الله ما أوجب عليها لا صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة إنما تصلي الصلاة في وقتها في بيتها وليها نفس أجر الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى رقم واحد حبيبي أن ركعة الفجر اللي هي السنة اللي قبل صلاة الصبح ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها فكيف بالفريضة قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ركعة الفجر اللي هي السنة خير من الدنيا وما فيها ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده إن حضرتك أو حضرتك لو ملكت الدنيا كلها وتصدقت بها فركعتين السنة بتوع الفجر أفضل منها يا خبرة بيد يعني لو تصدقت بالدنيا كلها فركعتين السنة بتاع الفجر أفضل منها فكيف بالفريضة دي رقم واحد وهذه أعظم بشارة أو من ضمن البشارات العظيمة رقم اتنين كثرة الحسنات بكثرة الخطى إلى المساجد طب الرجل هيروح الخطوات إلى المسجد يا شيخ محمود والمرأة لها نفس الأجر ويقعد بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيتي أي توضأ في بيتي ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائد الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة وفي رواية كان له بكل خطوة عشر حسنات الله أكبر يعني رايح أصلي في المسجد الفجرة أو الدورة أو أي صلة نحن هنا بنكلم عن الفجرة كل خطوة يتغفر لزنب واخد عشر حسنات ويترفع لدرجة في الجنة في أجمل من كده بالله عليكم ونفس الأجر تأخذه المرأة وهي جالسة في بيتها يبقى إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة وفي رواية كان له بكل خطوة عشر حسنات رقم ثلاثة حبيب البشارة الثالثة هي الفوز بثواب قيام الليل كله إذا صلينا الفجرة والعشاء في جماعة ما الدليل على ذلك تعرف بعد من صلى الحبيبنا صلى الله عليه وسلم الدليل ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله الله أكبر كأن دي لها نص أجر الليل ودي لها نص أجر الليل صليت العشاء في جماعة كأنك قمت نصف الليل كملت بقى وصليت الفجر يبقى كأنك قمت الليل كله وده ما يغنيش عن قيام الليل لأن قيام الليل هو شرف المؤمن كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد وكربة من الله سبحانه وتعالى وتكفير للسيئات إذن فالفوز بالثواب قيام الليل كل إذا صلينا الفجر والعشاء في جماعة رقم أربعة شهادة الملائكة لك الله أكبر كما ورد في الصعحين البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار هما ورديتين وردية من الصبح للفجر من الصبح عفوا للعصر ووردية تانية من العصر للصبح يعني كل وردية كده بالمنظر ده الوردية اللي جات الصبح وخبال حضرتك فهتشوف حضرتك في المسجد وهتشوف المرأة أيمة وتصلي بيتها حاضرة بفضل الله سبحانه وتعالى فيصعدون إلى الله فيقولوا كيف تركتم عبادي يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون يبقى يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعدون إلى الله عز وجل يقولوا كيف تركتم عبادي يقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون تعالوا نكمل البشارات ولكن بعد الفاصل تعالوا حبيب نكمل أجمل 12 بشارة لمن حافظ على صلاة الصبح بفضل الله سبحانه وتعالى ذكرنا أربعة رقم خمسة دعاء الملائكة لك أو لك لأن نفس الأجر اللي بيأخذ الرجل بتأخذ المرأة أو هي تصلي في بيتها قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجرة ثم جلس فيه مصلى صلت عليه الملائكة أي قالت اللهم اغفر له اللهم ارحمه لأن صلاة الملائكة على العبد هي الدعاء والاستغفار وصلاة الله عز وجل على العبد هي الثناء والرحمة يبقى رقم خمسة دعاء الملائكة لك ودعاء الملائكة مستجاب لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رقم ستة حبيبي الفوز بثواب حجة وعمرة تامة كما جاء عند التلمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة طبعا دا للرجل المرأة تصلي في البيت لها نفس الأجر من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين لوم الضحى كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 بشرى عظيمة ما شاء الله رقم سبع حبيبي الفوز بحفظ الله ورعايته كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله يعني في ذمة الله يعني في عهد الله وحفظه وكلاءته بفضل الله سبحانه وتعالى تخيل حضرتك لما إنسان يمشي ويعيش ذلك اليوم وهو في حفظ الله وفي معية الله سبحانه وتعالى رقم تمانية حبيبي الفوز بالنور التام يوم القيامة الله أكبر كما ورد عند التلمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة المشائين في الظلم يعني لصلاة العشاء وصلاة الفجر طب والمرأة لها نفس الأجر وهي بتصلي بيتها بفضل الله رقم تسعة النجاة من النار فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لن يلج النار يعني لن يدخل النار أحد صلى قبل تلوع الشمس وقبل غروبها يعني محدش هيخش النار من اللي بيصلوا صلاة الفجر وصلاة العصر بفضل الله ولذلك جاء العنصر أو البشرة اللي بعدها رقم عشرة هي الفوز بالجنة كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما الفجر والعصر بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 11 حبيبي الله يعد لكم ضيافة في الجنة كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح طبعا المرأة واخدى نفس الأجر وهي بيتها رقم 12 دي آخر حاجة الفوز بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيحين عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن الصحابة إجمعين قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر عند اكتمال القمر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتي يعني محدش فيكم هيحجي بالتانع عن رؤية كل شايف من أي مكان لا تضامون في رؤيتي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل تلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا يعني من أسباب لذة النظر إلى وجه الله المحافظة على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر دي كانت 12 بشارة حبيبي لمن حافظ على صلاة الفجر الرجل هي حافظ عليها في المسجد والمرأة لو حبت تروح المسجد مع زوجها مع أخوها مع ابنها لا بأس لا تمنعه إيماء الله مساجد الله ولو حبك تصلي بيتها لها كل الأجر بتاع الـ 12 بشارة اللي ذكرناهم وهي بتصلي صلاة الفجر في بيتها أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المحافظين على صلاة الفجر وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته